السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكذوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هي أعظم طريقة لمنع النميمة والقضاء عليها نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم لا شك إن النميمة يعني كبيرة من أبشع الكبائر لأنها تشعل نار العذاوة بين الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله فكان الجزاء أن من أشعل العذاوة بين الناس بالنميمة أشعل عليه قبره وحينما يدخل عافان الله إياكم ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم لا يدخل الجنة قتات قتات يعني نمام أي لا يدخل الجنة مع أول الداخلين حاشا لله طبعا إن يكون إنسان موحد يخلط في النار إنما هو يعذب بقدر ذنبه إنما في النهاية كل موحد لا بد أن يكون مآله في النهاية إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى إذا لا يدخل الجنة قتات لا يدخل مع أول الداخلين وفي الحديث الذي رواه أيضا البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة فمر بجوار قبرين فقال إنهما لا يعذبان وإحنا عارفين كلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع صوت عذاب الناس في قبورهم إن كانوا معذبين عيازا بالله قال إنهما لا يعذبان اللي اتنين اللي مدفونين في القبورين دولة بيتعذبوا دلوقتي إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بلا إنه كبير يعني الناس كتيرا مستهطرة بالزنب ده بس هو كبير فعلا بلا إنه كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله وفي رواية لا يستتر من بوله يعني يتبول عيازا بالله أمام الناس في الشوارع أو في أي مكان أو لا يستنزه يعني حينما يتبول لا ينظف نفسه عيازا بالله لا يستنزه من بوله أو لا يستتر من بوله وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة وفي رواية أحمد بسند صحيح وأما الآخر فكان يمشي بالغيبة ده بيغتاب الناس في عدم وجودهم والأولان ده كان بيسعى بين الناس بالنميمة حتى يفسد بين الناس ويشعل نار العداوة بين الناس تعالوا نشوف بقى حبيبي كيف كان سلفون الصالح يتعاملون مع أي واحد يسعى بالنميمة حتى يستطعون القضاء على النميمة تعالوا نشوف نمازج جميل قوي بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم سيدنا خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه جاءه رجل فقال له يا خالد إن فلانا شتمك فلان شتمك الكلام مش كويس عنك فقال خالد تلك صحيفته فليملأها بما شاء لا رض عليه كلمة ولا قال له حاجة ولا سمح له يكمل كلامه بعد كده قال تلك صحيفته فليملأها بما شاء لأن الذي يسعى بالنميمة كل ذلك مكتوب في صحيفته وهب بن منبه رحمه الله رحمة واسعة جاءه رجل فقال له إن فلانا شتمك فقال له وهب بن منبه قال سبحان الله أما وجد الشيطان رسولا غيرك حتى ينقل لي هذا الكلام شوف المعنى الجميل بيقول له هو الشيطان ملأش رسول لي غيرك انت عشان يوصل للكلام ده سبحانك يا ربي وقال أحدهم لرجل إن فلانا شتمك فقال له سبحان الله إن هذا الرجل رماني بسهم فلم يصبني فلماذا حملت أنت هذا السهم وغرسته في قلبي يعني هو الرجل اللي اغتبني ده أو قال كلمة وحش عني هي ما وصلتنيش ولا ناس شفته وبيقولها انت بقى جاي تبلغني الكلام ده وكأنك بترمي السهم في قلبي يبقى بالمثل المصري كده اللي بنقوله ما شتمك إلا اللي بلغك يعني اللي اغتابك ده هو أفضل ممن نقل النميمة واللي اتنين أسوأ من بعض بس المشكلة في إيه إن اللي اغتابك استحياً ويشتمك قدام عينيك أما اللي نقلك الكلام كأنه هو اللي وصل لك الشتيمة وكأنه هو اللي شتمك ما شتمك إلا اللي بلغك وقال رجل الإمام الشفعي رحمه الله قال إن فلاناً يذكرك بسوء فقال له الإمام بقى بحكمة كده وروية جميلة قال له أنت بين أمرين اللي هو جاي يسعى بالنميمة إمام الشفعي بيقوله أنت بين أمرين إما أن تكون صادقاً فأنت نمام وإما أن تكون كاذباً فأنت فاسق فقد قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وهكذا فكل من يأتيك وكل من يأتيك ليبلغكم كلاماً عن أحد فإمنعوا من الأول وقولوا له أما وجد الشيطان رسولاً غيرك حتى يبلغني هذا الكلام رجاء لا أحب أن أسمع كلاماً من أحد بس كده بالشكل ده أي واحد بيسعى بالنميمة بين الناس سيستحي أن ينقل نميمة بعد ذلك حينما يرى منا صدوداً إن إحنا ما نحبش نسمع هذا الكلام إنما بقى لما يقول لك ما درتشي مش فلان قال عنه قال إيه خبا ربي ده قال عنه كذا دهو واللي كذا وكذا وكذا وتشتعل نار العدوة بين الناس صد هذا النمام واعمل بهذه الكلمة والحكمة الجميلة من نم لك نم عليك اللي بيحملك النميمة من الناس وعمل بيسعى بينك وبين الناس صدقني هيروح برضو للناس ويقول له من أنت بتقول عنهم كذا وكذا 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 فمثل هذا الإنسان عيازاً بالله شيطان في ثوب إنسان يسعى لإشعال نار العدوة بين الناس هذه أفضل طريقة لمنع النميمة أن تصد أي نمام ولا تسمح له بأن يذكر لك أي شيء بأن يذكر لك أي شيء عن إخوانك أو لا يذكر لك أي شيء عن أخواتك أسأل الله عز وجل أن يقين وإياكم شر شياطين الإنس والجن وأن يجمعني وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته